الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية السهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب قالوا هو يشتكي من عينيه يا رسول الله فأرسل إلى علي رضي الله عنه فأوتي به فبزغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية ثم قال أنفذ على رسلك وأنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله تعالى عليهم فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة في يوم خيبر وكانت معركة خيبر مع اليهود بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا والراية هي راية الجهاد وكان من عادة الناس أنهم يجعلون راية للجهاد حتى يعرف بعضهم بعضا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده راية في الجهاد وده ما فيه دليل للصوفية على هذه الرايات التي ينصبونها لهذه الطرق لأن الراية كانت تجعل في الجهاد ما في طرق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده طرق سوفية وكل طريق عام لا راية لا إنما الراية كانت في الجهاد والمعارك إذن شغل الصوفية هذا ما عنده علاقة مع رايات النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في الجهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الراية لقائد الجيش وأحيانا يجعل راية للمهاجرين وراية للأنصار وراية عامة الراية العامة للقائد الأعلى بتعجيش كله وفي راية للمهاجرين بديها لقائد من قوات المهاجرين كذلك للأنصار لقائد من قوات الأنصار وده كل من الأشياء التي كانت معروفة في المعارك لا معروفة المعارك بيكون فيها رايات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا بكرة يعني يوم المعركة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وده فضل عظيم جدا لهذا الرجل وهو علي ابن أبي طالب كما هو مصرح في الرواية ويستفاد من هذه الجزئية كما قال أهل العلم إثبات صفة المحبة لله عز وجل لأنه قال ويحبه الله ورسوله فربنا سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية صفة المحبة وهي مربوطة بالمشياء لأنها مربوطة بسبب وأي صفة مربوطة بسبب فهي من الصفات الفعلية فالله تعالى يحب كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي أي ما آية والله يحب المتقين والله يحب المحسنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فربنا بيحب كذلك يحب كذلك يكره لأن الكراهية ضد المحبة قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين الأشاعر ضلوا في هذا الباب وشوف لما نقول لك الأشاعر وتسمع في أي شريط من أشرطة أهل العلم يتكلم عن الأشاعر تعرف إن الأشاعر الليلة الليلة في يومنا ذه هم الصوفية شمات زهنك ما يمشي بعيد كويس؟ ما تبقى زيداك بتاع الأزهري يقول لك والأشاعر والما تريدية وما تعرف شنو أنت تكون قاعد تحت شهور لا بتعرف الأشاعر دي المنو ولا بتعرف الما تريدية دي المنو الأشاعر الآن هم الصوفية يتبنوا العقيدة الأشعرية وأبو الحسن الأشعر بريء منهم لأنه يتراجع عن عقيده في نفي الصفات اتراجع عنها أبو الحسن الأشعر كويس؟ فدي الماسكين فيه زيما النصارى ماسكين في عيسى بن مريم وعيسى بن مريم بريء منهم يوم القيامة ينكروا هذه الصفة ولا بد الناس يعرفوا الكلام يا أخوان في العقيدة مهم شاكد الشيخ العلامة محمد ابن أمان الجامع عليه رحمة الله دائما ما يوصي في أشرتته أنه يجب على طلاب العلم أن ينشروا هذه العقايد حتى بين العوام لأنه بناس ذاته يقول لك لا الكلام ده حق ما كان تقوله قدام الناس العوام لا العقيدة يجب أن تنشر بين العوام بالذات لأنه الليلة عقايدة صوفية منتشرة بين العوام الآن تلقى العوام عندهم مشكالات في صفة العلو في صفة الاستواء في صفة اليدين في صفة العينين وغير ذلك من الصفات التي اتصف الله التي اتصف الله تعالى بها تلقى العوام عندهم مشكالات في أضي الصفات الاشكالات دي جات من أين من نشر الصوفية للعقايد الفاسدة شاكد يجب على الدعاة أنه يبين هذه العقايد في كل مكان في المساجد في الأماكن العامة في كل مكان اتكلم في العقيدة في صفات الله تبارك وتعالى لكن بعد أن تعلم وتتعلم الصوفية الأشاعرة وقبل ما أذكر لك الكلام تهزر أي مكان تلقى فيه كلمة أشاعر أمل حسابك لو لجد معهد الإمام الأشعري أمل حسابك كويس؟ ما تعرف لا 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 المعهد العلمي للسادة الأشعرية طوالي أمل حسابك أجد بعيد ديال صوفية ديال صوفية أنكروا هذه الصفات منا صفة المحبة قالوا ربنا لا يمكن يحيب أبدا ليه؟ قالوا لأنه لو وصفنا ربنا بصفة المحبة قالوا لنزم من ذلك أن نمثل الله بالمخلوق ليه؟ ليه لزم من ذلك؟ قالوا لأنه المحبة هي أصلا في القلب وهي عبارة عن رقة في القلب نقول له كلاكم صحيح المحبة في القلب ربنا قال قد شغفها حبة عن امرأة العزيز الحب كانوا وين؟ في القلب ده ما في ذول بيغالط فيه وفعلا الحب عبارة عن رقة في القلب قالوا لو قدتوا الله بيحب للزم من ذلك إنه الله عنده قلب وإنه قلبه يريك شوف الإلزامات الفاسدة اللي بيلزموا بها ودي كلها إلزامات باطلة ليه؟ لأنه أنت فسرت المحبة بإنها رقة في القلب فالنسبة ليمنه للمخلوق ولا للخالق للمخلوق طيب كيف تشبه المخلوق بل خالق تبارك وتعالى فشوف هم أول حاجة وقعوا في التمثيل أول حاجة مسروا وشبه الله تبارك وتعالى بل المخلوق لما نوضعوا بهذا التمثيل ما لقلوا له مخرج إلا يعطلوا الصفة شاكد ابن تيمي عليه رحمة الله دائما ما يذكر في العقيضة الواسطية وفي الحموية وغير ذلك أن كل ممثل معطل وكل معطل شنوه؟ ممثل لأنه هو ما عطل إلا لأنه مثل أول ما تقول له الله عنده يدين يقول لك طوال يجي على باله إنه كأيدي المخلوقين كيد فلان أو كيد علان فأول حاجة بيقع في التمثيل بعدما يلقى له مخرجي اللي يعطي للصفة يقول لك الله ما عنده يدين ويقول لك الله ما بيحب سبحان الله نحن أسأل الناس ذي السؤال هؤلاء الأشاعرة الصوفية نسألهم سؤال نقول لهم كما قال أهل العلم هل أنتم تثبتون لله تعالى ذاتا؟ يا أخواني أحفظوا القاعدة دي بتنسفها أي صوفي أشعري ولا ما أشعري أحفظ القاعدة دي تنسفه تماما هل قل له يا صوفي إت بتثبت لله ذات ولا لا إذا قال ما بثبت لأ الله عز وجل ذات إذا وصف ربنا بالعدم يكون كفر وريحنا ذات مره أحد لو قال لا الله ما عنده ذات معناته الله عدم ما فيه كده يكون كفر وريحنا مره أحد مره أكبره لو قال لا أنا بثبت أثبت لله تعالى ذاتا نقول لك ثاني سؤال يا صوفي يا أشعري سؤال ثاني هل ذاته كذات المغلوقين ذات الله زي ذات المغلوقين لو قال أيها يكون كفر برضو وريحنا لو قال لا ذاته ما زي ذات المغلوقين نقول لك كذلك صفاته ما زي شنو ما زي صفات المغلوقين لأن الصفات لا تنفق عن الزات زي ما قلت ذاته ما زي زوات المغلوقين كذلك نقول لك صفاته ما زي شنو ما زي صفات المغلوقين إذن الله بيحب لكن ما زي حب المغلوق ما زي حبك ولا زي حب أنا ولا زي حب الأم لي ولدا ولا زي حب الحيوان لي جنو لا محبة تليغ بالله تبارك وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل لأن ربنا قال ليس كمثله شيء وهو سميعه البصير تكون كده من الصوفي تاني ما تقوم له قائمة أبدا ودي قاعدة استخدمة في كل الصفات كل الصفات كويس إذن نستفيد من هذه الجزئية إنه ربنا بيحب هم يصرفوا ويحرفوا المعنى يقول لك المحبة يقول لك محبة الله يعني إرادة الثواب يعني إرادة الثواب وأنا أدي قاعدة تانية قاعدة أي صوفي تلقوا يصرف لك المعنى من المعنى الظاهر لمعنى ثاني يعني يقول لك استوى بمعنى استولى اليدين بمعنى النعمتين المحبة بمعنى إرادة الثواب شفت أين صوفي يعمل لك عماية زيدي هم موجودين الآن لافين في المزاجد وفي الأسواق شغالي شغل زيدي حمادة كان بيشتغل هنا في السوق كان بيشتغل شغلة زيدي الله رياحنا منه الحمد لله إن شاء الله ما يجري راجع كونس النازل قل لهم أول هاجة صرفكم لظاهر النص المعنى لظاهر النص أول هاجة مخالف لظاهر القرآن الكريم نمرة واحد لأنه الله قال يحب خلاص يحب استوى استوى أنت بتصرف ساي نمرة اثنان مخالف لإجماع السلف وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ومهي قال لك استوى استولى وبيقول لك اليد عن النعمة قل لك الدليل الدين واحد من السلف الدين حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما يشغل ما ساي إنت القرآن ده أنزل عليكم يا صوفية لا أنزل على من على النبي عليه الصلاة والسلام وصحاب فيهم القرآن ورضي الله تعالى عنهم وعلى فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى قل لو أدين دليل واحد دليل واحد أو صحابي واحد قال المحبة بمعنى إرادة الثواب أو قال اليد بمعنى إرادة النعمة أو قال استوى بمعنى استولى وما يقدر يجيب والله لو قعد من الليلة اليوم القيامة ما يقدر يجيب إذا معنات كلامك باطل يا صوفي لأنه مخالف لظاهر النص ومخالف لإجماع السلف عليهم رحمة الله كلامه باطل انتهى إذا نسب صفة المحبة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه فيها فضيلة عظيمة لهذا السحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زوجة البتول أخ الرسول ليس الحروب منازل الأكراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضيلة عظيمة وعلي بن أبي طالب ضلوا في شأنه ثلاثة طوايف ثلاثة ضلوا في حق علي بن أبي طالب النواصب النواصب دي الكفره مر واحد قالوا علي بن أبي طالب كافر عليهم من الله ما يستحقون كويس الروافط الروافط الضيل جعلوا في درجة الإله وهم الشيعة يسموهم الشيعة جعلوا علي بن أبي طالب في درجة سنو في درجة الألوهية وذي يضلوا وكفروا بهذا الكلام الخوارج كذلك فسقوا عليا وبدعوه وقتلوه وكفروه عليهم من الله ما يستحقون الثلاثة طوايف دي ضلت في حق علي بن أبي طالب ونحن أهل السنة والجماعة نقول كما قال علماؤنا هو القليفة الرابع ومن الخلفاء الراشدين وفضله عظيم وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من كنت مولاه فعلي مولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مبشر بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه كويس ولا نطعم فيه ولا نطعم في خلافته بل كما قال ابن تيمية ومن طعن في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله أضل من حمار أهله وابن تيمية قال لا يمكن زي ما ذكر في منهاج النبوة قال لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا الفضل لعلي بن أبي طالب كما هو في القرآن لأنه يدخل في المهاجرين والمهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إنهم علي بن أبي طالب ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة كما في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث ولا يمكن أن يموت على بدعة وعلى كفر مستحيل مستحيل شكد ذفيء الرد على كل هذه الطواف الروافط النواصب الخوارج كلهم أي زور يطعن في علي بن أبي طالب ما تخلوه وقفوا في حد طوالب طوالب وقفوا في حده كويس فهذا هذا الهديث فيه فضيلة لهذا الصحابي جليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه شافح حسين قال الزمن فأنا بقي فينا في المحل ده إن شاء الله يمدى الله في الأجال نواصل شرح باقي الحديث والفوائد في هذا الحديث جزاكم الله خيرا وأقدم المتحدث من بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر